اشتركوا في القناة ألتقي بكم في الحقيقة للحديث عن خاصية من خاصيات النظام النظام الـ IOS وتحديداً إمكانية الوصول وذلك استجابة لرغبة إحدى الأخوات ومن خلالها لرغبة مجموعة من ضعاف البصر سواء كانوا منتمين إلى فئات الذين يعانون من إعاقة بصرية أو من تقدم بهم السن أو لسبب أو آخر ضعف بصره خاصية الزوم قبل البدء في الشرح لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك دعماً للقناة والاستمراريتها وكذا زر الإعجاب إن حاز هذا الفيديو المتواضع شرف نيلي ريضار دون ما إيطالة خاصية الزوم مفادها تقريب الأشياء تكبير الأشياء قد نحتاجها في التعامل مع مجموعة من محتويات الشاشة إذن دون ما إيطالة أدخل إلى إعدادات ثم عام ثم إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة ثم العنصر الثاني بعد VoiceOver اللي هو زوم زوم إذن زوم إعدادات جد بسيطة أول إعداد هو التفعيل وعدم التفعيل وأجيله خليلاً ثم متابعة نقطة تركيز الزوم هل تريدوا متابعة نقطة تركيز الزوم يعني هل تريدوا تشغيلها أم لا ذلك يختلف حسب رغبتنا من الزوم إن كنا نريدوا على تركيز على عنصر معين وكذا كما ستلاحظون لاحقاً إن اخترنا بالخصوص وضع من وضعي الزوم اللي هو التركيز على نافذة وليس على الشاشة ككل هذا تركيز التركيز الذكي للزوم أثناء الكتابة حتى يتفادى الزوم تركيز على لوحة المفاتيح فهو يركز على الكتابة دون أن يركز على لوحة المفاتيح الإعداد الموالي هو إظهار أدوات تحكم في الزوم إظهار كما ستلاحظون حينما أفعله لاحقاً ستلاحظون ذلك هنا هدو أدوات تحكم في الزوم درجة رؤيتها ولديك نسبة مئوية أنت المتحكم فيها هنا وصلنا إلى الإعداد الذي أخبرتكم عنه سابقاً زوند زوم هل تريد أن يركز زوم على كامل الشاشة أم على نافذة من نوافذ الشاشة بمعنى إن اخترت نافذة فالنافذة في الآيو اس هي المكان الذي تقوم بوضع الأصبع فيه سواء كنت مستعملاً للفويس أوفر أم لا إن كنت مستعملاً للفويس أوفر فإن الزوم يتبع مؤشر الفويس أوفر وإن كنت مبصيراً فإن الزوم يتبع أصبعك لأن خاصية الزوم بين قوسين لا تقترن حتماً بفويس أوفر فهي خاصية متاحة للجميع هنا فيلتر زوم فلاتر هناك مجموعة من فلاتر زوم لا أدري كيف أترجمها بالعربية طريقة ظهور زوم هناك مجموعة من طرق زوم وفلاتر زوم هي أيضاً فلاتر من النظام هناك الانверسي ونيونس دوغري يعني فلاتر أصلاً متاحة في النظام نيونس دوغري زوم نيونس دوغري زوم وإكلراج فابل يعني إضاءة خافتة أو لا تفعل أي في الترمي الفلاتر هنا آخر ما تختم به هذه الأعدادات هو المستوى الأقصى الذي لا تسمحه للزوم أن تتعدى لأن بعض المرات هنا وبالخصوص بالنسبة للمستعمل وحتى بالنسبة للمستعمل العاديين إن تعدى الزوم مستوى معين يطرح بعض المشاكل الآن أفعل الزوم ولكن قبل ذلك لنقوم بالزوم بالتقريب نضغط مرتين بثلاث أصابع طبعاً بعد تفعيل خاصية الزوم الآن حينما أفعل الزوم ها هو بنسبة لإخوة ضعاف البصار والمبصرون لاحظوا أن محتوى الشاشة قد تم تكبيره وأنا مفعل للزوم أريد أن رغم تفعيل خاصية الزوم أريد مؤقتاً لبعض الوقت أو للقيام بشيء آخر أن أوقف ليس أوقف تفعيل الزوم ولكن أستغني عن الزوم رغم أنه مفعل أضغط بثلاث أصابع مرتين وها هو ها هي الشاشة بشكلها الطبيعي قمت بهذا حتى أظهر لكم بعض الإعدادات التي تحدثت عنها سابقاً لاحظوا معي كوموند زوم يعني هنا بالضغط عليها تظهر القائمة الآتية هنا عنا تكبير إن أرضنا أنه كبر لاحظوا معي أنا قد كبرت الآن تأتي عوضها تصغير اختيار منطقة للتركيز عليها اختيار فلتر وإخفاء قائمة التحكم في الزوم ثم مستوى الزوم بعبارة أخرى إعدادات الزوم مقربة إلى مستعملها في هذه القائمة لإخفائها يضغطوا في أي مكان في الأسفل أو في الأعلى في الشاشة باستثناء الوسط لتستمعوا إلى فرمي لبوبوب وتختف هذا كل ما يتعلق بالزوم باقي أن أشير إلى أن هذا الزوم الذي تحدثت عنه لا علاقة له بالزوم الموجود في الرطور بالنسبة لإخوتي مستعملي فذلك نوع آخر من أنواع التقريب متاح لمستعملي Voice Over آمل أن أكون قد وفقت في تقريب هذه الخاصية الرائعة من خاصيات نظام الـ IOS إلى أن ألقاكم في مرة قابلة بحول الله أستودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته